والأستاذ دياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني قرر تأجيل جلسات الحوار الوطني غدا من الساعة 11 للساعة 2 للمشاركة لمن يريد في جنازة السياسي الكبير والأستاذ جورجي إسحاء ابن برسعيد الباسلة واحد من الذين أطروا الحياة السياسية وكان أمينا عاما ومنصقا لحركة كفاية التي طالبت بعدم التوريد في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك الله يرحمه وأيضا كان في الحركة الوطنية للتغيير ثم كان من طالعة ثورة 30 يونيو الذي خاض معركة كبيرة من أجل الحق والحرية جورجي إسحاء في رحمة الله إلى اللقاء سنلتقي جميعا عند الخالق إن شاء الله بعد رحلة كفاح لن ينسى جورجي إسحاء بما قدمه لهذا الوطن